الحقيقة فيه يعني حينما نتحدث عن أخبار البيت الأبيض دايما مفروض يعني موظم الأخبار تبقى أخبار سياسية أخبار اقتصادية دي الأخبار اللي متعودين أو المفروض أنها تطلع من البيت الأبيض أكتر من أي أخبار تانية ولكن آخر الأخبار التانية هو أنهم لقوا مسحوق أبيض في البيت الأبيض طلع بقى بعد التفحيص والتمحيص كوكاين ده حصل رغم أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وعيلته بمن فيهم ابنه البكري هانتر هانتر بايدن كانوا طبعا هانتر ده والله يتعامل المشاكل لابوه كثير أو يعني هانتر وابوه كانوا في أجازة عائلية في منتجة عكام ديفيد عشان عيد الاستقلال الشهير يوم 4 مايو طبعا الخبر انتشر والجمهوريين ما صدقوا عملوا عليه حفلة بسبب أن هانتر بايدن عنده طبعا تاريخ وماضي مع إدمان الكوكاين وعترف بدا سنة اللي فاتت وظهر وهو بيدخن مخدراته هو سائف عربيته وارتكب مخالفات سرعة كمان اللي حصل أن الخدمة السرية في الولايات المتحدة اللي عندها صلاحيات كبيرة لقيت مادة مجهولة وقفلت جزء من البيت الأبيض وطلبت الحماية المدنية عشان تحقق في الموضوع وفي الآخر قالت المادة دي هي هايدروكلوريد الكوكاين فيه تضارب بقى هم لقوا الكوكاين فين؟ ده السؤال هل في مكتبة السكن الرئاسي ولا في منطقة الجناح الغربي اللي ممكن يوصل له الموظفين والضيوف والصحفيين لأنه اللي حصل في قلب المنظومة الإدارية لمبنى الرئاسة وطبعا المنظومة دي جواها المكتب البيضاوي ومكاتب كبار الموظفين وقودة مجلس الوزراء ومركز التصريحات الصحفية لكن الأكيد أنه رئيس الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر ما كانوش في البيت الأبيض وقتها وكانوا في كام ديفيد ومع ذلك الموقف ما عداش على خير وفي حالة هجوم على هانتر بايدن بسبب تاريخه مع المخدرات وتحديدا على موقع تويتر اللي مش سايب حاجة لهانتر يعني عاملين عليه حفلة يعني على تويتر طيب